اكتر شيء بيخاف منه مولود الاسد انه يلاقي الناس مش مهتمية بيه لو جيه وقت وحس بانه ملوش اهمية وسط مجتمع اللي هو موجود فيه او وسط الشغل اللي هو بيعمله يعني بيخاف جدا انه يحس بعدم اهميته فلازم لما يدخل اي مكان يحاول انه هو يجذب ليه الاهتمام ويعرف يلفت ليه الانظار كمان بيخاف جدا من سن المعاش لانه في سن المعاش هو مش هيحس انه بيعمل حاجة ده بالنسباله ده ممكن يبقى وقت مرعب انه يوصل لسن المعاش ويحس انه هو ما بقالوش اهمية او ما بقالوش حاجة بيعملها فالكابوس بالنسباله ان الناس ما تحتمش به طبعا معروف انه الشمس هي الكوكب المسيطر على برج الاسد وبالتالي مولود الاسد عامل زي الشمس هي النجم يعني الشمس هي النجم اللي بتدور بحواليه الكواكب والاسد زيها بالضبط زي الشمس يحب انجزاب الاخرين ليه ويحب اهتمامهم به ويحب ان الناس تدور في فلكه فهو عنده كمان بالفطرة كده روح قيادة لكن هو بيعرف انه يدي حب ودفء للي حواليه علشان يحصل في المقابل على كل الاهتمام اللي هو بيستنى المهم انه اكتر حاجة هو خايف منها وبيترعب منها انه يجي وقت ويلقي نفسه مفيش حد مهتم به او يحس انه هو ملوش اي اهمية في المجتمع بتاعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة